على عكس ما توقعه المتابعون يبدو أن هناك جزءا ثالثا من مسلسل للموت بحسب ما تم الكشف عنه مؤخرا وفي التفاصيل حسمت الممثلة اللبنانية دانيالا رحمي الجدل حول إنجاز جزء ثالث من مسلسل للموت بعدما حقق الجزء الثاني نجاحا جماهيريا كبيرا في لبنان والعالم العربي ونشرت رحمي مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام مشوقة الجمهور لأحداث الجزء الجديد من المسلسل الذي سيعرض في الموسم الرمضاني من العام 2023 وظهرت الممثلتان ماجي بوغسون ودانيالا رحمي مصابتين بكدمات وتظهر دماء على وجههما وهما تستلقيان على شطئ البحر فيما تغوص رحمي في مشهد آخر في أعماقه وعلقت دانيالا على الفيديو قائلة ما بتعرف إيمة الحياة لتجرب الموت وتفاعلت الكاتبة نادين جابر مع الفيديو لتزيد من حماس الجمهور وتشويقه من جهة أخرى تحدثت دانيالا رحمي عن أن حبيبها الذي لم تكشف عن هويته أنقذها بشكل غير مباشر خلال ما حصل في مرفأ بيروت قبل عامين وقالت اتصل بي رفيقي قبل ما حصل وقال لي خلص بكف كسل أعمل الرياضة ولولما طلعت كنت أعدى على الصوفة إلى جانب الزجاج الذي تكسر بعد الحادثة وأضافت النجمة اللبنانية في اللقاء التلفزيوني أمضينا الليلة معا وبقينا ننظف الزجاج من على الأرض وكنت أبكي وأقول له أريد العودة إلى أستراليا ولم يكن هناك وقت لنجلس ونتكلم وأكدت دانيالا على أنها لم تستخدم جمالها للدخول إلى عالم التمثيل وعلقت قائلة هذا ما كنت أخشأه منذ بداية دخولي إلى مجال التمثيل وأنا كنت أدرس بأيام المدرسة في أستراليا درست مسرح وفي تلك الفترة كان كل همي أن أنهي مرحلة الدراسة وأن أدخل إلى المعهد لكن لم يكن لدي ثقة في نفسي وكانت قد انتشرت أخبار في وقت سابق عن علاقة عاطفية بين دانيالا رحمي والنجم السوري نصيف زيتون إلا أن أي من الثنائي لم يعلق على الأمر